موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الحلوين طلاب الصف الغامث معكم أنا ميس رونزا اليوم إن شاء الله رح نكمل أسئلة الدرس السابق ونتعرف على قاعدة إملائية جديدة وهي تنوين الفتح تمام نستذكر بشكل سريع محتوى حصتنا السابقة هي كانت تتحدث عن قصة الهدهد وملكة سابق نستذكرها بشكل سريع إن هناك هدهد خرج من عشح إلى بلاد اليمن لمملكة سابق طبعا هذا الهدهد كان هدهد سيدنا سليمان تمام طيب هلأ هذا الهدهد خرج إلى مملكة سابق واندهش بما رأاه شو رأى هذا الهدهد؟ رأى مملكة سابق وعفوا ملكة سابق وقومها يعبدون الشمس من دون الله تعالى وأيضا اندهش من عرش ملكة سابق العظيم تمام؟ إذن اندهش للهدهد مما رأى وهو رأى أول شيء أن قوم ملكة سابق يعبدون الشمس من دون الله تعالى وأيضا اندهش من عرشها العظيم لملكة سابق تمام؟ طيب بعد ذلك سيدنا سليمان فقد الهدهد وتفقده بعد مدة قصيرة جاء هذا الهدهد إلى سيدنا سليمان وأخبروا بما رأى في بلاد اليمن خصوصا مملكة سابق وقال له ما رأى أن قوم ملكة سابق يعبدون الشمس من دون الله تعالى ماشي؟ بعد ذلك سيدنا سليمان كتب كتابا وأرسله مع الهدهد لقوم ملكة سابق ماشي؟ حتى تعبد بحثها طبعا في المرسال أو في الكتاب على عبادة الله تعالى وحده بدون شيء آخر ماشي؟ طبعا جاءت ملكة سابق المرسال اللي أرسله سيدنا سليمان وعرضته على وزرائها والمستشارين من قومها عرضته عليه فقالت علي أن أرسل هدية قيمة لسيدنا سليمان طبعا رفض سيدنا سليمان هذه الهدية وأصر على موقفه فقالت ملكة سابق لقومها إنهم يجهزوا موكب حتى يقصدوا في هذا الموكب لقاء سيدنا سليمان تمام؟ طيب والتقوا بسيدنا سليمان عليه السلام وقبل ذلك قالت لقومها أخبئوا عرشي العظيم في مكان آمن حتى تأمن على عرشها تمام؟ طبعا لما سيدنا سليمان سأل جنوده من يأتني بعرشها طبعا آته بالعرش واجعله أمامه فلما رأت ملكة سبا العرش عند سيدنا سليمان تأكدت بأنه نبي هي تأكدت عن طريق شغلتين أول شي رفض الهدية وقالت لو لم يكن يقبل الهدية طبعا عرفت إنه نبي وآخر إشي كمان عرفت وتأكدت من الخبر إنه نبي من خلال إيش؟ إنه أتى بعرشها أمامه وحتى وهي مخبيته في مكان آمن وما حدا بيعرفه هاي هي قصة ملكة سبا والهدهن تمام؟ طيب اليوم بدنا نحل أسئلة الدرس بعد ذلك بدنا نتعرف على تنوين الفتح وكيف بينكتب؟ طيب السؤال الأول أبحث في النص عن مرادف المفردات والتراكب الملونة الآتية يعني مرادف أي معنى الكلمة معنى الكلمة عرفت ملكة سبا بمحبة قومها لها قلنا ود وود قومها لها هاي هي الكلمة الموجودة في الفقرة حمل الهدهد خبراً لسليمان كلمة نبأ جاء بنبأ يقين رأى سليمان عليه السلام العرش قد انتقل عنده قبل أن يغمض عينيه أي قبل أن يرتد إليه طرفه أي يغمض عينيه سؤال الثاني أبين سبب دهشة كل من سليمان عليه السلام في بداية القصة وملكة سبا في نهاية القصة اندهش طبعاً سيدنا سليمان من عبادة قوم ملكة سبا لمين؟ للشمس من دون الله تعالى واندهشت ملكة سبا في نهاية القصة من وجود عرشها عند سليمان عليه السلام رغم تركها إياه في قصرها أو في مكان آمن وقلنا أيضاً سبب دهشة الهدهد أول إشي عرش الملكة ثاني إشي عبادة قوم سبا وملكة سبا للشمس من دون الله تعالى تمام؟ هاي كمان سبب دهشة الهدهد إذن سيدنا سليمان اندهشة من عبادة القوم لغير الله تعالى وملكة سبا اندهشت من وجود عرشها عند سيدنا سليمان عليه السلام طيب أفكر فيه إجابة لكل مما يلي لماذا أمرت ملكة سبا بنقل عرشها لمكان آمن؟ قالت حتى أطمئن عليه حتى تكون مطمئنة إذن للي أطمئناني عليه اقترح عنوان آخر للقصة مبينة سبب اغتياري ممكن أقول قصة إسلام ملكة سبا وقومها ليش؟ لأن القصة انتهت بإسلامهم هي وقومها على يد سيدنا سليمان تمام؟ طيب أضع دائرة جانب الإجابة الصحيحة الفكرة العامة لقصة الهدهد وملكة سبا شو هي القصة العامة؟ ملكة سبا تعرف بتبادر الرأي مع وزرائها هل هذا كان موضوع أو الحدث اللي بدور حول القصة؟ طبعا لا الهدهد ينقل خبرا عن الملكة وقومها وموقف سيدنا سليمان منه؟ ممكن؟ رفض سيدنا سليمان الهادية؟ طبعا لا إذن الإجابة هي اثنين الهدهد ينقل خبرا عن الملكة وقومها وموقف سليمان عليه السلام منه با كان نقل عرش ملكة سبا عند سليمان عليه السلام سببا في إيمانها خوفها امتناها عن الإيمان؟ طبعا في إيمانها لأنها تأكدت وتيقنت من نبوة سيدنا سليمان يدل قول ملكة سبا كأنه هو على ماذا؟ كأنه هو دلالة على ماذا؟ على الشك ولا اليقين ولا النفي طبعا على الشك إنها شاك هل هو هذا عرش أو عرش بيشبهه؟ إذن دلالة على الشك طيب آخر إشي عندنا السؤال الخامس أنسب الأحداث الآتية لصاحبها في عندنا مجموعة من الأحداث وإحنا بدنا ننسبها لصاحبها عندنا الأشخاص لهم الهدهد وملكة سبا وكليهما يعني أحداث مشتركة بينهم تمام؟ عندنا السكن في اليمن سكن في اليمن خلينا نعود إلى الكتاب سكن في اليمن أفوا هنا السكن في اليمن من اللي سكن باليمن؟ طبعا الملكة ملكة سبا المجيب بخبر عن ملكة سبا الهدهد إرسال هدية قيمة من اللي أرسل هدية قيمة لسيدنا سليمان؟ طبعا الملكة ملكة سبا الامتثال لأوامر سليمان عليه السلام كليهما الهدهد وملكة سبا الهدهد لأنه جاء لسيدنا سليمان بالخبر ومن ثم أرسل إلى ملكة سبا وقومها الكتاب اللي كتب سيدنا سليمان بعد ذلك امتثلت لأوامر سيدنا سليمان ملكة سبا عن طريق أنها آمنت هي وقومها في الله تعالى التوجه بالكتاب إلى مملكة سبا الهدهد والاطلاع على الكتاب المرسل من سليمان عليه السلام ملكة سبا تمام؟ هنا نسبنا الأحداث الآتية لصاحبة كل حدث إلى صاحبة تمام؟ طبعا التغوق المقرؤ هذا عزيز الطالب من اختيارك إجابتك أنت يعتمد على إجابتك أنت الآن نبدأ بتنوين الفتح تنوين الفتح قاعدة إملائية سهلة جدا جدا وسريعة تنوين الفتح بداية يا حلوين هيا نتعرف ما أنواع التنوين شو أنواع التنوين؟ تنوين كسر تنوين فتح تنوين ضم طيب تنوين الكسر أين يوضع؟ يوضع تنوين الكسر على الإسم المجرور أي اسم مجرور فحط عليه تنوين كسر سواء كان اسم مجرور يسبقه حرف جر أو مضاف إليه أو ناعت مجرور أو ناعت مجرور وهكذا تمام؟ تنوين الفتح ويوضع على الإسم المنصوب نحن نقول علامة النصب الفتحة وتنوين الفتح والأسماء المنصوبة سواء كانت مفعول به أو حال أو غير ذلك طبعا لا الصفوف القادمة إن شاء الله بتتعرفوا على الأسماء المنصوبة وآخر إشي تنوين الضم ويوضع على الإسم المرفوع على الإسم المرفوع تمام؟ طيب شكل تنوين كسر يكون في هذا الشكل تحت آخر حرف بالكلب تنوين الفتح بيكون أعلى الحرف وتنوين الضم بهذا الشكل أيضا أعلى الحرف هاي هي أنواع التنوين تمام؟ طيب شو يعني تنوين يمس؟ التنوين هي النون الزائدة في آخر الإسم إذن إذن التنوين فقط للأسماء التنوين فقط لا إيش؟ للأسماء فقط على الأسماء إذن هي نون زائدة في آخر الإسم لفظا لا كتابة يعني أنا ما بشوفها آخر الكلمة إن بهذا الشكل هي فقط لفظا أنا بلفظها نون ولكن هي حركة تمام؟ يعني لما أجب لي أكتب كلمة سماء ما بأجب بكتبها هايك سماء لا بكتبها بهذه الطريقة سماء تنوين ضم؟ إذن هي نون زائدة في آخر الإسم في الأسماء فقط لفظا بلفظها نون وليس كتابة ما بكتبها نون بهذا الشكل لا بكتبها حركة لكن لفظها نون فالنون تلفظ ولكنها لا تكتب وإنما يشار إليها وذلك عن طريق مضاعفة حركة نهاية الإسم المطلوب تنوينه يعني هلأ مثلا تكون عندي كلمة سماء بدي أعملها تنوين ضم بضاعف الحركة بعملها حركتين فهون بحكي لي مضاعفة حركة نهاية الإسم إذن أيضا بس التنوين مخصوص بإيش؟ الأسماء ينتج لدينا بذلك ثلاثة أشكال من التنوين تنوين فتح قلنا عنه وتنوين الضم وتنوين الكسر تمام؟ وهي إحدى حركات التشكيل المستعملة في اللغة العربية إذن التنوين هو نون زائدة نون زائدة في آخر الإسم لفظا لا كتابة بلفظة ما بكتبه تمام؟ طيب الإسم إذا كان معرفا بأل أو مضاعفا لا ينون إذا كان الإسم اللي أنا بدي أحط عليه تنوين مثلا المدرسة ما بصير أحكي المدرسة خطأ المعرف بأل أو مضاعف لا ينون مضاعفا إن شاء الله في الدروس القادمة رح نتعرف عليها لا ينون تمام؟ طيب عند تنوين الكلمة بالفتح نركز هنا يا ميس في عيننا أربع حالات لتنوين الفتح الحال الأولى تضاف ألف إلى آخر الكلمة ويوضع التنوين على الحرف السابق للألف يعني أنا عندي كلمة معلم بدي أضيف لها تنوين فتح ماشي؟ شو بحكي لنا؟ يوضع التنوين على الحرف السابق للألف إذن أنا بدي أضيف ألف للكلمة للكلمة ولكن التنوين بدي أحطه على الحرف الذي يسبق الألف إذا كانت كلمة عادية خالية من الأحرف اللي راح نحكيها هلأ نضيف ألف زائدة ونضع التنوين الفتح على الحرف الذي يسبق هذه الألف تمام؟ زي كلمة طالباً كتباً تمام؟ طيب إذن هاي أول حالة الحالة الثانية إذا كانت الكلمة مختومة بتائم مربوطة مثل مدرسة زجاجة أضع تنوين الفتح على التا ما بضيف لها ألف على التا مدرسة زجاجة معلمة هيك ما بضيف لها ألف هاي حالة الثانية حالة الثالثة إذا كانت منتهية بهمزة قبلها ألف هسا في لها الهمزة حالتين تمام؟ خلينا بس نمسح من هون أوكي حالة الهمزة عفواً هاي هون قبلها ألف أو نيجي هون أحسن مس الهمزة في التنوين الفتح إذا قبلها ألف زي كلمة سماء دوعاء سناء دواء تنوين الفتح يوضع على الهمزة بدون إضافة ألف بحطه بحطه مثل ما هو ما بضيف ألف تمام؟ طيب إذا كانت الهمزة لا يسبقها ألف لم يسبقها ألف زي كلمة جز بد عب هاي كلها همزات ما سبقتها ألف باجي أضيف لها إيش؟ ألف تنوين الفتح وبحط التنوين على الحرف الذي يسبق الألف هنا بس تصبح هكذا تمام؟ إذن بتصير جز أن بد أن عب أن تمام؟ لكن إذا سبقت الهمزة بألف ما بحط ألف التنوين تمام؟ طيب ما بحط ألف التنوين زي كلمة أيضا نبأ ومبتدأ هواء ودعاء وأن إذا كانت الهمزة على ألف برضو ما بضيف لها ألف خلاص توضع على نفس الألف أو على الآخر حرف آخر إشي عند تنوين الإسم المقصور بالفتح والإسم المقصور أي الذي ينتهي بالألف المقصورة يوضع التنوين على الحرف السابق للألف زي كلمة هدن تقن عصن فتن أيضا توضع على الألف اللي صبقت يوضع يوضع تنوين الفتح على الحرف اللي صبق الألف تمام طيب هلأ نيجي للتدريب هلأ التدريب إذا نستذكر بشكل سريع تنوين الفتح البق إلو أربع حالة حالة الأولى إذا الكلمة الإسم ما انتهى بتاع مربوطة ولا بهمزة يوضع تنوين الفتح على الحرف الأخير وبعد الحرف الأخير بحط ألف زائدة نعشي بسميها ألف تنوين النصب تمام طيب بعد ذلك إذا كانت الكلمة تنتهي بهمزة غير مسبوقة بألف بضيف ألف تنوين الفتح وبحط تنوين الفتح على الحرف اللي قبلها قبل مين قبل الألف إذا كانت الهمزة مسبوقة بألف يوضع تنوين الفتح على الألف على الهمزة عفوا سماء يوضع على على الهمزة طيب إذا كانت الكلمة تنتهي بألف عليها همزة أيضا يوضع تنوين الفتح على الألف عليها همزة عادي على آخر حرف آخر إشي إذا كانت الكلمة بتنتهي بتا مربوطة فيوضع تنوين الفتح على التاعة المربوطة بشكل عادي ما بضيف لا الف ولا اشي تمام يولا نحن بحكي لنا التدريب ادخل تنوين الفتح على الكلمات الاتية كلمة ما تصبح ماء وان بحط التنوين همزة سبقتها الف اذا التنوين بحطه على همزة كلمة بدء همزة لم يسبقها الف اذا بحط لها الف وبحط التنوين على الهمزة اللي قبل الالف طيب كلمة قلم كلمة عادية ما انتهت لا بهمزة ولا بتا مربوطة بحط قلما والتنوين على الحرف الذي يسبق الالف وعد ايضا كلمة عادية لم تنتهي بهمزة ولا تا وعدا مساء همزة سبقت بالف مساء كلمة انتهت بالف لينة اذا تنوين يتم وضعه على الحرف اللي قبل الالف كلمة فتن نيجي هلأ للكتاب ونحلم بسط الصبح جناحيه بسط الصبح جناحيه فانطلق الاخوة الثلاثة من بيت الرجل الصالح الى بستانهم هون بدي انتبه للكلمات الملونة باللون الاحمر وهم يتخافتون خوفا من ان يسمعهم احدهم فيأتي ويطلب منهم شيئا ورح كل منهم يرسم في مخيلته احلاما بالمال الوفير الذي سيملأ خزائنا بعد بيهم الثمار وصلوا البستان فصاح الاخو الكأكبر مذهولا ما هذا لقد احترق بستاننا الى الكلمات الملونة باللون الاحمر هي كلمات تحتوي على تنوين فتح كلمات تحتوي على تنوين فتح ماشي تنوين الفتح حكينا عنه هو تنوين او حركة زائدة نون زائدة لفظا لا كتابة ماشي طيب هلأ بالتدريب بيحكي انهم يرجعوا الكلمة لاصلها من تنوين فتح بدي احثف التنوين طيب شيء مذهول احلام وخوف خوف طيب ادخل التنوين الفتح على الكلمات الاتية متل ما تدربنا واخدنا بالتدريب السابق كلمة سماء همزة سبقت بألف طبق الكلمة كما هي واضيف تنوين الفتح مال كلمة عادية لم تنتهي بشيء بضيف لها ألف تنوين وبحط التنوين على الحرف اللي بسبق الألف قوي ايضا كلمة عادية قويا هكذا تمام يا ميس وبهيك منكم خلصنا تعني حصة معنا يعطيكم ألف عافية منلتقي إن شاء الله بالحصة القادمة مع قاعدة نارية وشرارية قاعدة الجملة اليسمية يعطيكم ألف عافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا